كيف لا تخسر صحتك أثناء خسارتك للوزن وحرق الدهون؟ ليش دكتور؟ تابع الفيديو مرحبا صديقي معك الدكتور فراس العليح إذا كنت تعاني مثلي من زيادة الوزن والسمنة تابع هذه القناة واشترك بهذه القناة وتابع تجربتي لتخفيف الوزن وحرق الدهون اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا هذا الفيديو ما لازم كنت أصوره ولكن بطريقة سريعة الآن حبيت أنوه عن موضوع مهم جدا وهو كيف أن لا تخسر صحتك أثناء برنامجك لتخفيف الوزن يوجد هناك أسئلة كثيرة وألاحظ مشاكل كثيرة بهذا الموضوع خلينا نتابع هذه المشاكل بشكل سريع طبعا أنا أتابع جميع تعليقاتكم أقرأ جميع التعليقات وأجاوب قدر الإمكان على جميع التعليقات وأستوقفني التعليقات التالية فخلينا اليوم نجاوب عليها بطريقة سريعة مع أنه ما كان لازم أصور هذا الفيديو لكن حابب أفيد قدر الإمكان خلنا نرجع لي التعليقات آخر التعليقات التي وصلتني مساء أنه من متابعة تقول دكتور السلام عليكم وزني تسعين طول مئة وست وخمسين عمر 18 سنة 18 عاما وحابب أن نقص من وزن 32 كيلو جرام واشتريت قهوة خضرة وحابب أبدأ يعني بتخفيف الوزن ترى أنا تعبت بجد هاي يعني صورة واقعية من المعاناة اللي احنا نعانيها معشر السمناة طبعا ويوجد أسئلة كثيرة ومنها تعليق من أحد الأخوة أو الأخوات اعتذر الجزء الماء متأكد يعني هو رجل أو مرأة امرأة عفوا فدكتور ما هو رأيك بالنسبة لإستعمال خل التفاح يوجد تعليق آخر أحد الأخوة أو الأخوات ما متذكر بالضبط يقول دكتور أنا استعملت بعض المواد مخصصة لتخفيف الوزن وحرق الدهون أو بعض الحبوب هاي الأمور وصارت حالتي أسوأ ومن هذه الأمور كلها فجميع هذه التعليقات أخواني الكرام أنا حابب أنه أوضح هذه النقاط اليوم بطريقة سريعة هي تناول المواد الغذائية أو عفق من المواد الغذائية تناول المنتجات خل نحددها المنتجات التي تساعد بتخفيف الوزن وحرق الدهون هذا السؤال مهم جدا جدا وأجاوبك عليه الآن بطريقة سريعة أرجو عدم تناول أي منتجات لتخفيف الوزن وحرق الدهون ليش؟ إخواني الكرام إحنا الآن طبعا نعاني من مشكلة هي كبيرة وهي زيادة الوزن طبعا أرجو منكم أن تفهموا هذه النقطة أنه أنت المشاهدة الذي تشاهدني أنت كيان مستقل بذاتك أنا كيان مستقل بذاتي يوجد خصوصية عندك بجهازك أجهزتك المختلفة يعني إحنا كلنا بشر ولكن يوجد حالات خاصة لكل إنسان ما أنا أقدر عنطي نفس الدواء ونفس المنتج ونفس البرنامج لكل شخص الطب الحقيقي هو اللي احنا تعلمنا أنه كل إنسان مستقل بكيان بحذ ذات يعني اللي شيء يساعدك ممكن يضر غيرك فمن هذا المنطلق وخاصة بعد جائحة كورونا أجسامنا تغيرت إخواني الكرام صار تغيرات كثيرة في أجسامنا فإحنا ما كنا مثل السابق نحن تغيرنا تغيرت أشياء كثيرة في جهازنا العصبي في الأوعية الدموية في حتى سيولة الدم تغيرت هذه الأمور كثيرة ولذلك أنصح عدم تناول هذه المنتجات لأسباب كثيرة جدا أنت حاب تخلص من هذه المشكلة بطريقة سريعة دعنا نجاوب الأخت المتابعة حذرتك تقولي لي دكتور أنا ما حاب ألعب رياضة وما حاب أشترك بالنادي وما حاب وما حاب أوكي ولكن أخواني الكرام وأخواتنا الكرام إحنا عنا حالة أنه يجب أن أخسر دهوني وأنا دائما دائما أحذر وأقول أنه شعارنا شعاري أنا شخصيا أنه هدفنا هو خسارة الوزن بين قوسيا خسارة الدهون وليس خسارة الصحة بالنسبة للأمور الرياضية تقولي دكتور حس إذا أنا ما حاب أروح النادي وما حاب أشترك بالنادي هل إذا أنا قمت بالمشي ساعة وقمت ببعض التمارين بالبيت هل هذا يفيد طبعا إخواني الكرام بالنسبة للموضوع أنه أنا ما حاب النقطة الأولى أنه أنا ما حاب ألعب رياضة أنا ما حاب أعمل تمارين وحابب أنزل وزني طيب إخوان هس إحنا الوزن وزن الجسم مكون من أشياء كثيرة مو بس من الشحوم ولكن هدفنا هو التخلص من الدهون إذا أنت قمت بعملية تجويع نفسك بدون تقوية العضلات والمحافظة على العضلات سوف تخسر العضلات بسرعة وخسارة الكتلة العضلية يؤدي إلى مظهر غير جميل للإنسان والدليل على ذلك ما أقوم به الآن أنا أقدر مثل ما ذكرت في الحلقات السابقة أنا أستطيع أن أقوم بتنزيل وزني إلى عشر كيلوات بالأسبوع وأسوي لك شو وأعرض لك شو وأفرجيك أنه أنا أقدر بس هذا غلط إخوان إحنا نخسر صحتنا الكتلة العضلية أنا لازم أحافظ على كتلة العضلية هاي الكتلة العضلية إذا أنت يعني تخسرها رح تسبب مشاكل أكثر من مشاكل زيادة الوزن وما رح تخسر وزن ما رح عفهم تخسر دهون فيجب المحافظة على كتلتنا العضلية يعني يجب أن يكون هناك يوجد توازن بين خسارتنا للدهون ومحافظة على الكتلة العضلية لكي إحنا الهدف ليش أنت لازم أنت وأنا ليش حابين نخسر الوزن ونخسر الدهون لكي لصحتنا طبعا وهذا شي مهم التوازن العضلي والدهن لأن العضلات هي الماسكة كل الجسم هي التي تحفز عمليات كثيرة في الجسم يا أخواني الكرام وإذا أنا دائما أقولها من ناحية عملية إذا الجهاز العضلي ما قام بدوره سوف يتأثر الجهاز العضلي رح تسبب مشاكل أنت للمفاصل للفقرات هذا إحنا بغنى عنه إحنا عنه مشاكل غير هالمشاكل أول شيء ثاني شيء بالنسبة للتوازن العضلي أنه لحرق السعرات الحرارية أنت يجب أن تتحرك فنعود للسؤال الثاني أو الفرع الثاني للسؤال بالتعليق الذي سألته الأخ الأخ تعفوا بعدما جاوبت أنه أفضل عدم تناول أي منتجات لتخفيف الوزن يعني أخواني الكرام ما تعرف كيف تأثيرها على جسمك لا أنصح بتناول أعشاب بتناول منتجات تخفيف وزن وحرق دهون وهذه الأمور كلها أنت حابب تقرص من المشكلة بطريقة سريعة أنا فاهمك والله فاهمك بس هذه السرعة هي رح يسبب لك المشاكل وما أحد رح يقول لك ينصحك بطريقة صحية لأن كل ما استفاد من هذا الموضوع يعني حتى أما أنت تمرض الطبيب يستفاد من مرضك فأنا حابب أساعدك أنك تخسر هذه الدهون بطريقة صحية حتى المياه حتى المياه ركز على هذه الجملة إذا زادت في بعض الأحيان شرب المياه يكون ضار على الجسم يعني كل شيء زاد عن حده حتى المي إذا أنت تشربها أكثر من اللازم في بعض الحالات يكون ضرر على الجسم كبير فأنت يجب أن تكون واعي لهذه الأشياء وخاصة أريد أركز على الشغل أنا ما حابط أولب الموضوع ولكن حابب أفيد أخوان الكرام المحتوى الصحيح أنا ما أقدر ألاقي المحتوى وواحد ينصحني مثل أنا حاب أنصحك ولواجه الله تعالى أنا لا أبحث عن شهرة أو شيء بالعكس أنا لو يستفاد واحد منكم أنا هذا هدفي وهدفي الأول أفيد نفسي يعني حتى أنا أشاهد فيديوهاتي وأصير أكتب لأن أما تشوف واحد يساعدك أنت تعرف أنك أنت لست وحدك فحتى أنت هذا الشيء يعني قبل ما تبدأ بروجيمك للأخت اللي عمرها 18 سنة أنصحك أختي الكريمة بنت العزيزة تبروها يعني هاي مثل نصيحة صادقة قبل ما تقومين بأي أمور الأفضل إحنا كناس وزنها زايد قبل ما نبدأ بأي نشاط وطبعا يوجد موضوع مهم جدا الحلقة القادمة تكون هي كيف أنك لا تركض أخي العزيز أخي اللي عنده زيادة وزن لا تركض لا تركض يطلعوك تصير تركض كيلومترات ليش؟ الآن الحلقة القادمة أنبهك عن هذا الموضوع يوجد مشاكل كثيرة يوجد مشاكل أنا ألاحظها بالنادر رياضي إخواني الكرام مصائب صحية تصير عند الناس الوزنها كبير اللي يكون مو رياضي ما عنده استعداد رياضي عمره لا ركض لا شال حديد لا شال دامبز لا ضغط لا شي لا معده كل شي ما عنده هو راح بدأ يلعب رياضة فأحذر من هذه الأشياء قبل ما تبدأ برنامجك الغذائي قبل ما تبدأ أرجو عمل تحاليل بسيطة لتتعرف على وضع صحتك وخاصة للناس اللي فوق سن الأربعين يعني هو الأربعين بعده شباب والخمسين حتى والستين إحنا بقى رب نشوف ناس عمارها كبيرة ولكن نشيطين ولكن إخواني الكرام نذكر مرة أخرى نحن الآن نعيش فترة ما بعد جائحة كورونا هذه الفترة نحن تغيرنا أنت ما حاسس هذا وجع الراس اللي يحس به ناس كثيرة الدوخة اللي تصير عندك الوشة اللي بالذان الضغط الطالع نازل تقلص العضلات الحالة النفسية السيئة الاكتئاب هاي الأمور كلها سيولة الدم تغيرت أشياء كثيرة جهازنا العصب تغير جهازنا القلب يعني كل شي تغير فما بالك إذا زاد أنت عندك زيادة وزن فأرجو عمل فحوصات قبل ما تبدأ ببرنامجك الغذائي وتخفيف الوزن فحوصات بسيطة لا تحتاج لمبالغ كبيرة افحص الدم بشكل عام فحص دم فحص بول فحص السكر أكيد فحص السكر ويا حب إذا تشوف التراكمة عندك اعمل تخطيط للقلب بأي مستوصف صحي أي مركز صحي حكومي أعتقد ببلاش أو بالتأمين يسوي لك تخطيط قلب شوف القلب ما عندك مشاكل ولو شي بسيط تعرف عن وضع قلبك والأوعية الدموية يبحث ضغط وطبعا البولز البولز اللي هو نبض القلب يعني النبض تشوف عندك هل أمورك هذه سليمة بعدها تقدر تبدأ ببرنامجك الغذائي والرياضي ويا حب ذا إذا يوجد إمكانية مالية أنك تفحص حالك بشكل أكبر وتعمل تحاليل وخاصة بالنسبة للهرمونات فهذا الفيديو أخواني الكرام ليس أنا ما كنت مخطط له ولكن بعض التعليقات يعني حفزتني للجواب بطريقة سريعة لأن أنا كنت ناوي أصور خارج بالخارج يعني ولكن عندي الوقت ضيق وحاب قدر الإمكان أجواب عن هذه الأسلحة خلي التفاح موضوع خلي التفاح سألني أحد الأخوة ما جاوبته رأسا إخوان ما أقدر دائما ما عندي وقت كثير أنا وحاب أفيد وأصور والحطة مثل ما ذكر دائما المنتج الهادف أو المحتوى الهادف هو صعب الانتشار فأرجوش تشجيع هذا المحتوى أيضا هذه مو بس قناتي قناتكم أنتو كلكم أنا يعني واحد من هذا المجتمع اللي حاب أعمله وسويه لكي أنتو تستفادوا يا أخي صدقة جارية عني تكون لأن خلها العلم يستفاد منه الناس فهذا في مساعدة نفسي ومساعدتكم خلي التفاح يعني أسا يعني تشوف فيديوهات كثيرة أخوان الكرام نازلين شرب بخلي التفاح أوكي خلي التفاح زين جيد ولكن ما تعرف ما عند هذا الإنسان إحنا كل كائن أنا كطبيب أخوان كطبيب أنظر إلك كائن مستقل أنت ما تشباه غيرك أنت بصمة بحد ذاتها لوحدك أنت ما تشبه غيرك أنا ما أقدر أعنطيك نفس الدواء أنا ما أقدر أوصف لك نفس التمرين أنا ما أقدر أعنطيك نفس برنامج تخفيف الوزن أنا ما أقدر أداويك وعالجك كمريض إذا ما درست حالتك كإنسان مستقل بحد ذاتك أنا ما أقدر أعنطيك أي شيء لأنك خلص وروح وكتب روشيتة وروح الله وياك لا لازم ندرسك ما أنت أنت هاي أشياء ضررك فسوف أتحدث بشكل مفصر عن خلي التفاح عن الأدوية أو المنتجات اللي تحرق الدهون إذا ما تعبت إخواني الكرام ما تعبنا واشتهدنا ما رح يصير شيء المشي أي ضر سوف أخصص حلقة بعد حلقة إن شاء الله إذا ربنا عن طالنا الصحة والأمر حلقة بعد حلقة لا تركض لا تركض وانت سمين وانت وزنك كثير لا تركض تدمر نفسك وتدمر صحتك بعد هذه الحلقة نشوف حلقة المشي وهذه الأمور كلها ولكن دراسة كانت يعني الدراسة الآن معروفة إنه الحركة بالبيت جواب لأختنا اللي عمره 18 سنة الحركة بالبيت ونشاطك اليومي والنشاط اللي أنت تقومين به هذا يفقد سعرات أكثر من نادة رياضي يعني حتى والدتي أوجي لها تحية من هذه القناة كانت من الصغر تقولنا ساعدوني بالبيت وأكنسه وساعدوني كنس ومسيح وشطف وهذه الأشياء وليساعدوني بالبيت تخسر سعرات حرارية أكثر من الركض والله كانت قبل عشرات السنين والآن أكد العلم أنه فعلا النشاط اليومي للإنسان يفقد طاقة بما يعادل تقريبا 500 سعر حرارية أكثر من ركضك بالنادي أبل 200 سعر حرارية تخسرها باليوم ولذلك أنت أختي الكريمة أو الإخوان يسألوا هذا السؤال نشاطك البيتي المساعدة بالبيت أنك تمشي للسوبر ماركت الآن أنا لابس كنت قادم من السوبر ماركت أروح ماشي ما أطلع بالسيارة أروح ماشي وأرجع ماشي هاي تحرق سعرات حرارية فجميع هذه الأمور أنت لا تبرمج نفسك أنه أنا رح أشرب هاي ذه الحبة وهاي خل التفاح وزنك 120 وزنك 120 كيلو أنا كم لتر لازم أشرب عمود يروح لتر خل التفاح ومود يذوب هذه الدهون كلها إخوان نعم ما نحن كسبنا هذا الوزن الزاد وهذه الدهون خلال فترة زمانية طويلة جدا أنت ما تقدر تشرب لك بطل أو قنينة خل تفاح وتقول ما أنت رح تحرق الدنيا بها إذا عندك مشاكل بالجهاز الهضمي خلينا لا نطول الفيديو أنا أحب أساعد وأشرح هاي مشكلتي مشكلة هذا الزمان أنه الإنسان يحب يعني حابب أشرح وفيدك لأن ما حد رح يقول لك هذه الأشياء قليلين للناس للأسف اللي ينصح وخاصة في مجالنا فأرجو أن تتنبهوا لهذه النقطة الحلقة القادمة الركض لا تركضون توزنك كبير هذا شاهدوا هذا الفيديو القادم بإذن الله اليوم أحاول أنزله وأتمنى لكم الخير والصحة والسلامة وأرجو كتابة مشاكلكم وتعليقاتكم انشروا المحتوى الطبي تساعد غيرك لأن يوجد فيديوهات كثيرة على السوشال ميديا اخسر وزنك 10 كيلوات بأسبوع وخمس أيام والناس رح تتدمر من هذه المعلومات لأن لا يوجد خطة صحيحة خسارة الوزن تبدأ من العقل من حالتك النفسية إذا أنت ما اتفقت مع نفسك واخدت القرار الصائب ما رح تخسر وزنك ويجب أن تخسر وزنك بطريقة صحلة وصحيحة وهذا اللي أنا أقوم به الآن في هذه القناة تابع هذه القناة وحبكم بالله وإلى اللقاء